السلام عليكم اهلا ومحبا بكم عندي واليوم قراءة لعزيزي برج الحود الشمسي والقمر والطلع لشهر جوان او يونيو او هزيران ولا تنسوا انها قراءات عامة ومعممة قد تنطبق على البعض منكم جزئيا او كليا وقد لا تنطبق على البعض الاخر لذلك لا تنسوا استشارات برجكم الشمسي والقمر والطلع غاد نشوف القراءة وغاد نشوف ما هي ناصحات الملائكة وكانت من لكم حظ سعيد حظ سعيد حظ سعيد يا رب الحبيب ولا اتمنى لكم حظ سعيد فقط في هذه القراءة بل في حياتكم يا رب اتمنى لكم حظ سعيد لنبدأ بسم الله هذه غادي نخليوها مادامت تريد ان تتكلم الكارت فلنتركها خلوها هنا يا عزيزي برج الحود اه في هذا الشهر انا ارا كثرة الرزق المادي ستتلقى مبلغ معين من المال لكن خارج الراتب الشهري اذا كنت يعني كتشتغل اذا كنت تعمل يعني مال اضافي هذا المال هو عضاء ورزق مادي سماوي ربما انت بسبب الدعاء وكنت تنتظر هذا المال وسيصلك ان شاء الله قريبا في هذا الشهر واخه بمواسل هادي احتهية تريد ان تتكلم فتعالي معي الجمعية هادي كذلك تريد ان تتكلم معا طاقة نارية كنشوف هنا يا طاقة نارية البعض منكم اه يحاول فقدان الوزن بعد شهر رمضان البعض منكم يعني اه تخلى عن الحلويات والنشوية والمعجنات بغي تتضعفه مزيان 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 اذا لنرى ما هي طاقة المرتبطين فهادي بغا تسهضر عزيزتي بالنسبة للمرتبطين انا اعرى انك احيانا تشك في الحبيب تشك في الحبيب لانه لا يتكلم عن الزواج وعن الاستقرار نعم وهذا ليس لانه لا يحبك بل فقط عدم الثقة هو يراك انت يراك انت بحال انسان مقدس يراك انت انسان يعني في الاعلى يعني في العرش نعم يراك كالنجمة يعني عالية وهو يعني يرا نفسه يعني بحال انت جالسة في العرش وهو قدام رجلك همتوني يعني هو يحس بعدم الثقة وكيحس انه لا يمكنه اعطاؤك ما تستحقه اذا اسباب عدم تكلم الحبيب عن الزواج والاستقرار هي فقط يعني اسباب مادية وخا وليست عدم الحب وهذه الاشياء التي تفكر فيها انت وخا يعني البعض منكم انا ما زلت مع المرتبطين البعض منكم بنسبة للمرتبطين لديكم لديكم علاقة في السر يعني تعيشون يعني علاقة في السر ربما هناك يعني احدكم يعني مرتبط او متزوج لكن البعض منكم بالنسبة للمرتبطين ما زلتم مع المرتبطين عندكم علاقة في السر وانا اتكلم مع الرجل والنساء دائما ما تنسوا جوانا قراءاتي معما ما كانت تكلم على النساء والرجال والمتزوجين والكل نواصل نحن ما زلنا مع المرتبطين قلنا ان المرتبطين البعض منكم هناك شك لان الحبيب لا يتكلم عن الزواج والاستقرار لكن هي فقط عدم اثيقة والبعض الاخر منكم بالنسبة لمجموعة المرتبطين تعيشون علاقة في السر نعم وانت تحتاجوا لان يعني لان يوضحها لك يعني منصر هذه العلاقة يعني عييت عييت انتيا وماذا سيفعل بالطرف الاخر واخر والطاقة بالنسبة هي طاقة ترابية ونارية واخر بالنسبة للمرتبطين طاقة ترابية ونارية واخر بالنسبة للمرتبطين والان سنرى ما هي طاقة العزب ماذا يحدث مع العزب وبالنسبة للعزب انا يعني انا بالنسبة العزب هاتي بغير تهضر نخليوها العزب بالنسبة لي يعني كل من ليس لديه علاقة يعني كان المطلق والارامل كذلك انا يعني ينتمون لمجموعات العزب بالنسبة لي واخر يعني بالنسبة لي العزب هم ليست لديهم علاقة كان مطلقون او ارامل كانوا ارامل او كانوا يعني ما تزوجوش في حياتهم فهمتون يا واخر اذا لنرى ماذا يحدث مع العزب ماذا يحدث مع العزب عزيزي العازب كنت مطلقا او او كنت ارملة او عازبة او عازبة انا اتكلم هالرجال والنساء من جديد كنشوف ان انسان من الماضي سيعود شخص من الماضي يعني ما كانش على بالك ابدا لم يخطر على بالك ابدا انه سيظهر في حياتك هذا الانسان واخر ويريد يعني بداية معك يريد بداية معك البعض منكم ربما سيرفضون هذا الانسان سيرفضونه لكن هذا الانسان قد يكون زوج يعني زوج بالنسبة للمطلقين ربما هو زوجك يعني زوجك نعم كان زوجك الان لا هذا الانسان سيعود ويريد بداية معك والاخرون يعني هو شخص من الماضي كتعرفوا وان لم تكن يعني تجمعكم يعني ما كان عندك محتش حاجة مع هذا الانسان لكن كتعرفوا من الماضي ولم تجمعكم اي علاقة ويريد الان بداية معك وهو معجب بزاف معجب معجب ومهتم بك بزاف بزاف نعم ويريد بداية معك لكن ارى ان يعني انتما ربما سترفضون هذا الانسان هذا الشخص لكن هو معجب بزاف بزاف بكم معجب بزاف لكن انت سترفض هذا الانسان سترفض هذا الانسان لا ادري لماذا لكن انت يعني اراك يعني طاقتك هي الكبرية ولا تريد حتى رؤية هذا الانسان مهم شرحه لاني يجب ان اتابع القراءة واخره لكن هذا الانسان يريد ان يهب لك حبه وانت لا تريد حتى رؤيته حتى وان كانت معه يعني بالنسبة للمطلقين اذا كان زوجك من الماضي يعني لا تريد حتى رؤيته لكن بالنسبة للعزب هو فقط شخص يعني كتعرفوه لكن هو مهتم بزاف ومعجب بك وكذلك لا تريدون يعني لا تريدون مهم شرحوا انتما في التعليقات ماذا يحدث لاني لا افهم لا افهم لكن هذا ما يقوله الطرط هذا الانسان معجب يعود من البعض لكن انت عزيزتي يعني كبرياءك يعني طاقتك هي الكبرياء لا تريدنا هذا الشخص لا تريدنا هذا الشخص مهم والان لنرى ما هي طاقة المنفصلين ماذا يحدث مع المنفصلين بالنسبة للمنفصلين عزيزتي انت تطلب العدالة تطلب العدالة يعني انت طاقتك هي التعب والارهاق لدرجة يعني ما كتقدرش تتنفس لا يمكنك حتى التنفس وانت تدعو الله يعني العدالة تدعو الله يعني ان تحدث معجزة يعني هناك ظلم نعم هناك ظلم وأرى يعني خز من وبكاء يعني كي تسد الباب عليك وكي تبكي في الليل لوحدك لكي لا يراك احد نعم وتعاني في صمت حبيبي او حبيبتي تعاني بزاف في صمت أتذكر أنا لم نسيت ما قلت طاقة ديال العزاب بالنسبة للعزاب هي طاقة مائية وهوائية طاقة مائية وهوائية بالنسبة للعزاب مائية وهوائية مائية مائية عقرب حوت مثلك او سرطة وهوائية دلو ميزان وجوزاء أخا هذا بالنسبة للعزاب لنواصل قلنا ان طاقتك بالنسبة نحن دابا مع المنفصلين طاقتك هي الحزن كي تبكي بزاف وعيت بزاف عيت عيتي وتعاني في الصمت تعاني في الصمت وتخفي المشاعر ولا تخبر احد بهذه المشاعر لا تخبره احدا يعني كتخبيها غير الرزق هذا الحزن الكابير وهذا الألم الذي كتحس به عزيزي برج الحود جعلك تفكر بتغيير هذه الوضعية المؤلمة نعم وعيتي من هذا الانتظار الطويل عيتي عيتي وتطلب يعني هذه العدالة السماوية وهذه هي انت يعني الحكمة بدأت تتصرف بحكمة وقد تفكر في نفسك قليلا لانك يعني انت مظلوم ومع ذلك ما زلت تفكر في هذا الانسان يعني سيطة نغمال هذا غير عادي يعني هذا الانسان ظلمك بزاف نعم انت تصرفت مع هذا الحبيب بإلحاح وإصرار يعني لم تستسلم كتحبه بزاف ولم تستسلم لكن لم ترى اي نتائج لم ترى اي نتائج يعني من إيجابية فقط رأيت تجاهل وهروب وظلم نعم انت عيش تظلم وهذا التفكير في هذا الحبيب ليلة نهار ترى انه يعني يسرق من طاقتك يعني كيفاش نقوله يعني نزف 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 مهم ما تديروش عليا وما تضحكوش عليا يعني استنزاف نعم استنزاف الطاقة استنزاف الطاقة يعني بقيت بلا طاقة يعني ما تقدرش حتى تنفس لسبب هاد الآلم والان بدأت انت تركز تركز يعني انت تتصرفت بحال مجنون انت يعني هاد الكفاح من أجل هذا الحبيب والإصرار والإصرار وهذا كارت المجنون يعني البراءة ديالك تجعلك هاد تتتصرف يعني كتبع غير قلبك نعم ودابا الامبراطور تريد ان تتحكم في هذه الوضعية يعني كارت الامبراطور تريد ان تكون انت امبراطور حياتك يعني انت من يسيطر على حياتك وليس هذا الآلم وهذه المشاعر يعني ما كتبديك حتى لشي بلاصة فقط البكاء والحزن وخا انا كتأثر بزاف لاني احس بمعاناتكم وكنتأثر معكم بزاف وخا اذا لنرى الان ماذا ستفعل عزيزي بداية جديدة انت الان ستتحرك لكن بطريقة اخرى بداية جديدة ما زلت تحبه ما زلت تحبه ولم تفقد الامل هو هو كذلك يحبك لكن هو يعني طاقته هو العاشق الاناني نعم دعا نشرح لكم انت طاقتك الان هي التغيير ماذا يعني ذلك يعني الاختفاء انت الاختفاء والعزلة هذا يعني ستتحرك هذا يعني ستتصرف بطريقة اخرى لماذا لتدافع عن نفسك نعم هذا كرت الشيطان تقول الحركة لكن حركة مختلفة نعم حركة مختلفة لصالحك نعم انت تغير طاقتك وتفكر في نفسك قليلا وقتفكر في نفسك يعني بدأت تحب نفسك قليلا وماذا سيحدث مع هذا الحبيب ماذا سيحدث ماذا سيحدث هذا الحبيب هو سيبحث عنك لترفع معنوياته لان اختفاءك وابتعادك يعني كينزل المعنويات دياله يعني هذه الانانية الهاشق من جديد نعم لماذا لانه هو دائما واثق انك هناك دائما يفعل ما يشاء يمشي ويذهب ويعود لانه يعرف انك دائما تنتظره مثل كما اقول دائما مثل ماء البئر يعني هو عندما يعتش يذهب للبئر يحمل الماء ويشرم والان انت صرت مثل النهر يعني مع النهر التي تسافر ولا تبقى ولا تستقر في مكان اخر نعم وهذا سيجعله هو يعني نعم شوفوا الله سبحان الله العظيم شوف يعني انا اقشعر يعني شوفوا اش غادي يدير الحركة غادي يجيب حالحمق العربة يعني سيتكلم مش غادي يتكلم سيأتي سيأتي يعني هناك تواصل اكيد لماذا لانه يتألم ذكرت المشاعر والمعنويات دياله لانك لست هناك ماذا سيفعل العربة سيتصل بك كانت قراءة جميلة جميلة وقوية بالنسبة للطاقات المنفصلين هي طاقة مائية مائية وكذلك وكذلك هوائية مائية وهوائية مائية وهوائية وكذلك نارية نعم لكن المهيمية المهيمة هي المائية والهوائية وخا. كانت قراءة جميلة. كانت قراءة جميلة وقوية بزف. الله الله احس بهالطاقة. الله كانت قراءة مؤثرة. قراءة جميلة ومؤثرة. جميلة بزف. كانت منها هذه القراءتكن يعني تساعدكم. اتمنى ان تساعدكم. يعني القراءات قراءة طرد لا تعطيكم الحلول ولا تقول لكم كيف يجب ان تعيشوا. لكن تعطي لكم اشارات وعلامات لكي تساعدكم. تساعدكم في هذه الحياة خاصة الحياة العاطفية. السمرة ما هي الناصحة السماوية وملائقات الحب. تقول انت لديك القدرة. انت لديك القدرة. استعمل قدرتك لاجاد حلول لهذه الوضعية. يمكنك فعل ذلك. اخا. اه. وهذه كتقول تعطي فرصة لهذه العلاقة. اه. يعني اه. امنحي له وقت. امنحي للحبيب وقت. امنحي تستحق بان يحبك. يعني ما رأيناه في القراءة. يعني يخسك تقدر نفسك انت مدم الاخر لا يقدرك. فقدر انت نفسك. فاكيد انه سيغير يعني عقليته وسيبدأ في تقديرك. اخا. كانتمنى لك كانتمنى يربي تستفدوا من هذه القراءة. او تساعدكم ولو قليلا. وكانتمنى لكم الخير يا رب. كانتمنى الله يحميكم. الله يخليكم لي. كان حبكم بزاف. كان حبكم بزاف. شكرا على التعليقات دياركم حتى انتم ما كترفعون من معنوياتي من خلال كلامكم الجميل واللطيف. كان حبكم بزاف. انا اعرف انها يعني كلامكم كذلك صادق. وكذلك انا مشاعري صادقة تجاهكم. كان بغيكم. والله العظيم كان بغيكم. كانتمنى لكم الخير. كانتمنى لكم الخير. كانتمنى لكم بالخير. اقولوها ثلاث مرات باش يتحقق يا ربي الحبيب. شكرا لكم والله يحفظكم.